أمل سقر وهي مدربة للغة الإشارة لكن أمل الحقيقة لسه هي في بداية حياتها الجامعية لكن عملت حاجات ممكن غيرنا هيعملها في وقت طويل جداً جداً وبعد قرارات كتير وجرأة هي بدأت فيها من بدري جداً أهلاً بك يا أمل أهلاً محبرة صباح الفل عليك صح أنه عايزة تعرف على قصتك من البداية أنا كنت في أدايب أعلم كانت بداية دخولي مجال لغة الإشارة أني كنت بتفرج على فيديو معين أنت خلصت سنوية يا عما أه خلت كلية أدب أه خصمي أعلم اللي ناس كتير بتتمنى كويس أعدت سنة أه ما تبسطتش لا الصراحة يعني كنت حبة مجال التصوير فيه يعني أنا كنت حبة عمتاً التصوير بس لما دخلت لقيت الكلية شوية نظرية ما حستش نفسي فيها الصراحة كنت برضو بيجي علي أفكار كده طيشة شوية قلت الماما لأ أنا أجيب كاميرا وهنزل المعيزة وهصور ومش عارفة إيه قالت لي والله قلت لها آه لإما أكمل بقى كنت أنا ساعتها دخلت في موضوع لغة الإشارة لإما بقى أنا عايز أحول وأخلي مجالي إيه لذا ويحتاجتها لخاصة جلنت يوم في البيت طبعاً أنت أحسن تحولي أنت أحسن تحولي لما تنزليش وتعمليلي الكاميرات وتنضطي والكلام ده أحبغتيهم في البيت أنا كنت أحبة لأن أضغط عليهم الموضوع ده أصلاً يعني أنا كنت أحبة لأن كنت أعرف أن كلهم هيرفضوا بسبب أن أنا هنزل لي لي الضياعي سنة وتنزلي سنة من عمرك فصراحة كنت شايفة اللي هي خالص بالعكس أنا السنة دي قعدتها أنا اكتشفت نفسي أنا عايزة إيه يعني أنا مش شايفة أن هي ضاعت مني أصلاً وشايفة أن أنا ما استفدتش بها في حاجة بالعكس إذا أنا عرفت أنا كنت عايزة إيه ودلوقتي يعني بشكرهم أولاً يعني نعم كان المشدات مع بعضي في البيت بس بشكرهم برضو أن هم شدين مع بعضي طب فكري طب كذا فكرت الحمد لله أخير فكرت أن أنت تحولي خالص بره كلية أداب أو بالضبط ودخلت تربية بعد كده تربية تربية في قسم الزاوي احتياجات خاصة جامعة الكاهرة حبيت جداً أتعرف على فئات زاوي الإعاقة صعوبات تعلم متلازمة دون من توحد عندنا برضو فئة صم وضعف السماع وبرضو الأعقة البصرية بس في الكليه ما عندناش قسم خاص بصم وضعف السماع اللي هي مجال تحلي عمال دي الحاجة اللي أنت رايحالة أصلاً دي الحاجة اللي أنا كنت رايحالها بالضبط لقيت عندنا قسم أعقة عقلية وصعوبة تعلم أنا قلت مش أشكال أدام أنا كنت أصلاً يعني السنة اللي أنا عادتها دي كنت قادة عمالة ترشو ودخلت في مجال الإشارة وكنت بتعامل مع السم وبشرة كده فقلت لأ خلاص خلي دي حاجة جانبية وكمل في مجال دراسي كده كده كلهم فئة واحدة وكلهم زي واحتياجات خاصة وكلهم محتاجين لنا كويس بس الحاجة اللي أنت حباها لغة الإشارة ما لقيتهاش جوه جوه كلية جوه كلية طب أنت تغلبت على ده ازاي؟ والله أتغلبت على ده إن أنا ابتديت قلت خلاص يعني أنا أشوف لي يعني أنا حباها أفضل وراء هوادي بالصراحة ابتدت أنزل فيديو كان عبارة عن نشيط ديني أنزلته عندي أيها أنت تعلمتها ازاي؟ من خلال مواقع كويسة الحركة قلت الموضوع ما هو لازم يلزم أبعك اللوح اتعلمتها ازاي أنا ما خدتش فأي كورسون أنا ابتدتها تعليم أونلاين شفت كذا موقع فضلت ماشية من أول أساسيات أشوف مثلا ما شاء الله يعني كان فيه أكتر من دكتور في مجال الإشارة بترجمة أحاديث كرآنية وآيات كرآنية وحاجات كتير جدا ابتدت أني أنا أتفرج على الفيديوهات دي وأكتب اسم منهم إيه إشارات فيما بعد بقى اتطورت ابتدت أني أنا مثلا أتعامل معصومه مباشرة كنت بروح كلية كلية التربية نوعية أتواصل معهم مباشرة برضو كنت باخد منهم كمية إشارات طب قوليلي أنت زي عرفت أني أنت بقيت مطقنة للغة الإشارة لا أنا حد دلوقتي مش شايفة نفسي اللي أنا طب خالص يعني وده شيء كويس أه لا خالص نائي أنا شايفة نفسي اللي أنا لسه في البداية خالص يعني أنا شايفة نفسي في بداية المشهور بس حبيت اللي أنا أتعلمه أعلمه الغري بعد أما نزلت فيديو لي ناشيط ديني كان يوم جمعة والناس حبوه لا أكملي نزلي ده إحنا مناخد منك إشارات ده إحنا عرفنا الإشارة دي وحشنا ودي رسول وده الله وحاجات كده جميلة كملي بقيت كل جمعة أنزل فعلا فيديو ديني بدأت بالحاجات الدينية بدأت أصلا يعني أنا حبيت أن أنا أجدد الصراحة يعني أنا شايفة أن الحاجات الدينية بتوصل وصل للقلوب أي حد ممكن مثلا في بيت مثلا فيه أي حد ضعيف سمع يترجم له أغنية دينية عن الرسول مثلا حاجات معنوية بحب قوي مثلا أغاني إحلام معايا مثلا حاجات زي النور ما كانوا في القلوب مثلا إدفاقه بالخير حاجات كلها في رسائل بالضبط كنت أحبة أنا أنزل الأغاني دي بعد كده قلت طب ما أنا لقيت بنات بيقولولي دي إحنا عرفنا في الفيديوهات إشارات منك قلت إيه طب أنا ليه ما عملش كورس أولاين زي ما أنا تعلمته ودورته ويعني اتشتت في كذا مكان يبقى هم كمان إيه لأ إلا أنا تعلمته أعلم دلوقتي أنت بتدي كورس بس أولاين بس أعمال أنت قلتلي أنت بتشوفي أنك لسه في بداية الطريق أم وكتلي أنك مش ملمة بنسبة 100% بس الظبط بس أنا حبيت الأساسيات أساسيات لغة الإشارة من أول أساسيات حرف أبجادية أرقام أيام أسبوع أفراد الأسرة ممكن فيه كمان لسه هنزل بقى فيديوهات عامة وعمل لهم مواعيد يعني سبت وثلاث هينزل على البيت عندك وقت كويس تعملي الحاجات دي بقى والله يعني الحمد لله أنا أختي شوية مسنداني بدأت تعلميها اللغة يعني أنا أصلا أحد معهم في البيت يعني يعني جماعة ناس بره كلهم عمليوني يقولولي أمل ويلا وعلمينها أنتوا يعني أنا بتكلم معهم جوا في البيت بلغة الإشارة والله أنتوا تتعلموها زي ما أنا أتعلم دي البيت اللي كله هدود أه أه تتعلموها أه ثم كمان بدأوا يتقبلوها أه لأ ماما ماما جدا أه خلاص فهمتك يا أمل فهمتك أتي عايزة إيه تمام ماشي إلا هو يعني ماما حبت كمان يعني سندتني استروحة يعني جي كانت في الأول فكرة أن أنا لأ هو أنا لسه برضو أنت مش عارفة أنت عايزة إيه لأ لما بعد كده أه أه